هنا بقى بمناسبة المرحلة العمرية اللي نبدأ فيها يحضرني خطأ شديد الخطورة بيعملوه أمهات وأباء كتير وللأسف بيبقوا في قرارة نفسهم بيبقوا مش عايزين يعملوه لكن بيعملوه تحت ضغط جبير جدا من الجيل الأكبر الجدات الجدات بقى من ناحية الأمة أو من ناحية الأب وأحيانا يعني لا ما اعتقدش الأصدقاء لأنه الصديقات وكده كلهم بيبقوا بفرق الجيل ما بينهم يعني مش كبير قوي لكن الجيل اللي أكبر أنا بتكلم على جيل الجدود والجدات إيه هو بقى الخطأ ده الدفع أو الضغط على الأمهات والأباء إن هم يعلموا أطفالهم في عمر مبكر هذا أمر خاطئ خاطئ للأسباب اللي احنا لسه قيلنها إنه لا الطفل هيستوعب ولا يفهم إحنا عايزين منه إيه ولا العضلات المسؤولة عن التحكم دي بتكون تنبهت عصبيا بشكل كافي أو بيحصل لا تنبه خاطئ زي ما أقول لكم اللي وقت عالا خلاص ولا إنه الطفل بيكون عنده حتى الآلية بتاعت التعبير عن نفسه سواء بالكلام أو بالإشارة أو ما إلى ذلك فاهمين فاهمين قصدي يبقى ده أمر خاطئ خالص ليه خاطئ لإنه بعد كده ممكن فيه ناس تقولك لا ده أنا علمت ابني وعنده أربعة شهر ولا خمسة شهر إزاي يا ستة كل بس يعني إزاي حجة ما هي دلوقتي بقى دايما اللي بيتكلم كده بيبقى جدة أو جدة فبيتكلموا عن ولادهم اللي هم مين بقى اللي دلوقتي هم أباء وأمهات إزاي بس يا ماما كلام اللي انت بتقوليه ده إحنا بقى أنا كمان بضم صوتي لصوتهم بقولك إزاي ده أمر ضد العلم ده ضد المنطق هتقولي لأ بيكان بيتحكموا هقولك لا مش بيتحكموا هذا أمر اسمه التحكم الكاذب